يزعموا الطاب التصوف والدعون أن الكل آية في القرآن ظهراً وبطناً وأن المعنى الظاهر يختلف تماماً عن المعنى الباطن وأن الإسلام شريعة وحقيقة وما الشريعة في الحقيقة إلا قشرة وأن الحقيقة منتهى الكمال والرقي في سلم التعبد الإسلامي وسبيل الرسول إليها العلم اللدني والكشف الرباني والفيض الرحمني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الفكر الصوفي في ميزان الشرع الإسلامي الحلقة رقم سبعة الفرق بين الشريعة والحقيقة استشهد المتصوفة على صحة ما جاء في المقدمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعائين من علم فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا الحلقوم رواه البخاري فما هي الحقيقة في ذلك تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا هذا هو الواقع عند الصوفية هذا هو واقعهم فهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الظاهر لجميع المسلمين بينما الباطئ أنبأ به أناسا مخصوصين قال ابن عجيبة وأما واضع هذا العلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والإلهام فنزل جبريل أولا بالشريعة فلما قررت نزل ثانيا بالحقيقة فخص بها بعضا دون بعض وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا علي كرم الله وجهه وأخذه عنه الحسن البصري طالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء مما ينسبه إليه هؤلاء شهد الله له وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين المائدة الآية ثلاثة وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد جموع الصحابة المحتشدة على جبل الرحمة يوم الحج الأكبر وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وإنكتها إلى الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد وقد أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة مدوية وحجة واضحة يقذف بها وجه كل أفاك أثيم فقال أنه ليس لنبي أن يومض أي يشير إشارة خفية لكي لا يسيء ظن أحد فيعتقد أن في دين الله أسرارا لا يعلمها كثير من الناس وفي هذا المعنى حديث آخر إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ثانيا أقوال العلماء في الحقيقة والشريعة قال ابن الجوزي رحمه الله وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة وهذا جهل من قائله لأن الشريعة كلها حقائق فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزيمة فكلاهما شريعة وقد أنقر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشرع وعن سهل بن عبد الله أنه قال احفظوا السواد على البياض فما أحد ترك الظاهر إلا تزندقى وعن أبي بكر الدقاء قال سمعت أبا سعيد الخراز يقول كل باطل يخالف ظاهرا فهو باطل وقد نبه على هذا أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء قائلا من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطل يخالف ظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان وقال ابن عقيل جعلت الصوفية الشريعة اسما وقالوا المراد منها الحقيقة قال وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشيطان وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع وأما احتجاجهم بحديث أبي هريرة في الوعائين فقد رده الحافظ ابن حجر فقال قال ابن المنير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعا إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطن إنما حاصله الإنحلال من الدين قالوا إنما أراد أبو هريرة رضي الله عنه بقوله قطع أي قطع أهل الحور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث من الآية الدل على ذنب من كتم العلم وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان فينكر ذلك من لا يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة